معجزة تنس الطاولة المصرية أنا بودا محسين جداً بوداك معنا النهار دا يا هانا أهلاً بيكي أهلاً بحضر كيف معنا تنس الطاولة؟ أنا اخترتها يعني عشان حاسيت أن يعني بحي من نوع صغيرة يعني وأنا هم قالوا لي أن أنت فيك يعني وأنا عجبتني اللعبة وكنت بعلها فيها حلو فاخترتها يعني عجبتني بسرعة دي أول رياضة أنت لعبتها؟ لا رابعة رياضة أيها لعبتها قبلية جنباز بس فور فن يعني مش عشان أبقى حاجة وسباحة عشان كله بيتعلم سباحة وهانبول بقى هي دي كانت ما بين التنس طاولة والهانبول كانوا بيقولون أنه يجب تختاروا لعبة واحدة مش هينفع الاثنين مع بعض عشان الهانبول يعني ممكن إصابات مش هتبقى حلوة التنس طاولة وكده فقلت في الآخر لا خلاص التنس طاولة هي اللي هختارها من اكتشف موهبتك؟ هم تحت في الصارة فجأة قالوا لي يلا إحنا أنت هتطلعي كبيرة هتطلعي كويسة يعني لما تكبري يعني أنا مش فكرة طبعا حاجة بس هما كان بقى يعني بيقولوا لي أن انت فيكي أمل كان فيكي من وانت صغيرة يعني باين فيكي أن انت هتطلعي حاجة فالحمد الله شكرا فيكي حاجة مختلفة الحمد الله نبعد بقى عن تنس الطاولة بقية كيف سنة كمية هنا؟ أنا في ثلث عدادي ثلث عدادي يا شادر سهلا أي أكتر مادة بتحبيها؟ يعني مش مادة قوي لغة يعني بحب الإنجليش والليتراتشير الحاجات دي بحب الساينت على حسب يعني المنهج ساعت بيبقى المنهج بحبه بس على حسب برضو يعني في سنين كده السجل بقى صعب قوي بس يعني السنة دي هو ماشي حلو الحمد لله الحمد لله طب تفكرت تدخلي كلية ايه؟ ما عرفش بصنع أنا هشوف لما روح هل ليكي علاقة بتنب زي بابا وماما ولا؟ أنا بحب أقرأ عن الحاجات دي وأذاكر عنها وكده بس يعني صعب قوي فعبة معي مرياضة يعني سبع سنين نحن بنبعزين نخلص الترمة عشان نعرف نلعب بطلات فعني كهوبي وكده بحب أقرأ عنها وعمل وأتعلم عن الحاجات دي زيادة بس مش أنه أنا أبقى دكتورة وكده هم 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 طب قولي لي هل أنت تتبعي نظام غزائي معين؟ لو رديت سؤال لموهي هتيجي مامي مامي لأ عشان أنا ببقى فيها وقات ما ببقاش نفسي اكل بصراحة فبيبقى لازم اكل وكده ايوا فأنا بصراحة في حاجات كثير قوي مبروض ده أنا بمشي على نظام غزاي بس فساعات اللى هأ عايزة اكل الأقل فساعات ده باكله معرفش والله هل تشتاقي مثلا الفاسفود الحاجات المحمرة هل تشتاقي الحاجات دي مالا مش قوي يعني ها ده عشان توجع لي بطني شوية انتي بتعودها على الاكل اللي هنالولي صحيتي اكتر ايه ايه طب حلويات اخبار هاي معاكي مردين مشكلة واقه بس انا صلحتها بقالي فترة كده بقالي الحمد لله يعني كنت قبل كده بكلش غيرهم كان دهوقتي مليش غير واحدة كل كم كده من نفسي بدي يعني قبل كده كان مرة في اليوم عشان كانوا اكتر من واحدة في اليوم بديم بقى بامشي بالتدريج يعني طب وديلي ايه اكتر اكلة حبيتيها برا مصر ايه يعني مش اكلة بس انا يعني مش عندي مشكلة مع وظم الاكل مع حاجات كده معينة بس انا مثلا عمري وكنت دقت البروكري بعدين كنت في بورتغال مفيش اكل خالص هو بروكري وحتة فراغ وشوية حاجات ببورك فانا مش هينفعي كل البورك فكان حالي الوحيد ان انا دول باقي وعجبني اوي والابوكادا برضو وعجبتني اوي لما دقتها في حاجات كده بدوها غريبة من برا وعمري ما بكون متوقع ان انا هتعجبني بس متعجبني يعني اخذ لان حاجات صحية اه 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 بس موسيقى ترجمة نانسي قنقر